آخر معاقل النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا يحتاز النيجر سادس انقلاب تشهده دول المنطقة منذ عام 2020 انقلابان في بوركينا فاسو العام الماضي الأول في يناير والثاني في أكتوبر وانقلاب في غينيا في سبتمبر 2021 وانقلابان في مالي أحدهما في مايو من العام نفسه وآخر في أغسطس 2020 ونتيجة كل هذه الانقلابات تراجعت علاقات هذه الدول مع فرنسا بعضها وصل حد القطيع النهائية كما حصل مع مالي وبعضها الآخر أدى إلى إخراج القوات الفرنسية من البلاد كما فعلت بوركينا فاسو مطلع العام الحالي تزمن هذا التراجع الفرنسي مع منافسة جديدة على النفوذ في المنطقة مثلتها الصين وروسيا اعتمدت بكين سياسة عدم التدخل في شؤون الداخلية لدول غرب إفريقيا مركزة على الاقتصاد والبنية التحتية والقروض الميسرة وتحولت بكين في فترة وجيزة إلى الشريك الاقتصادي الأكبر في إفريقيا متفوقة على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أما روسيا فعززت عودتها إلى القارة السمراء في مجالات عدة كمبادرة حسنينية بدأت موسكو بأعفاء عدد من الدول الإفريقية من بعض ديونها كما أصبحت أكبر مصدر للسلاح إلى أفريقيا وبشروط ميسرة وأخيراً وفرت موسكو الدعم العسكري لجيوش المنطقة من خلال مجموعة فاغنر التي تحول وجودها إلى أمر واقع علني تحديداً في مالي ترجمة نانسي قنقر